اشتركوا في القناة في وقت أضحت فيه عملية الهجرة غير نظامية وخاصة تلك التي تنطلق من دول جنوب صحراء نحو أوروبا عبر تونس ودول شمال إفريقيا أصبحت مصدر قلق متزايد من قبل دول المتوسط بضفتيها الشمالية والجنوبية ومن بينهم تونس تصديف العاصمة الإيطالية روما يوم الغد مؤتمر حول الهجرة بحضور رؤساء دولي وحكومات عدد من البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط ودول من شرق الأوسط على غرار تركيا وليبيا والجزائر والإمارات إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ويتحول رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إيطاليا اليوم للمشاركة في هذا المؤتمر كضيف مبجل والتوصيف لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي أكدت انعقاد هذا الاجتماع الموسع خلال زيارتها الأخيرة إلى تونس مرفوقة برئيسة الوزر الأول الهولندي مارك روت بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد جدد في كل مناسبة ترح فيها ملف الهجرة غير النظامية أن تونس تتحمل أعباء كثيرة لأنها لم تعد فقط نقطة عبور بل أصبحت أيضا وجهة لعديد المهاجرين للاستقرار بها بصفة غير قانونية وأكدا أن هذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جمعية مشددا على أن الحل لا يمكن أن يكون بمقاربة أمنية بل عبر معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية بصفة جماعية لزرع الأمل في نفوس المهاجرين حتى لا يغادر أوطانهم وتقول إيطاليا إن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الإفريقية على تقليص ذوافع الهجرة إلى أوروبا من خلال التركيز على بناء شراكة لإقامة مشاريع في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة الإيطالية أمس الذي أفاد كذلك أن المؤتمر يهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكفحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول هذا إلى جانب القضايا المتعلقة بتغير المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع إفريقيا أو ما يسمى بخطة ماتي وتشهد إيطاليا ارتفاعا في معدلات الهجرة إليها هذا العام حيث تفيد آخر المعطيات الرسمية بيوصول ما يزيد عن 83 ألف شخص إلى الشواطئ الإيطالية حتى الآن مقارنة بنحو 34 ألف شخص في الفترة نفسها من العام الماضي ويعتبر لقاء الأحد تمهيدا للقمة الإيطالية الأوروبية المزمع عقادها بداية نوفمبر القادم حسب ما أعلنه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو طياني نظم مركز النهوذ بالصدرات بمقره دار المصدر اللقاء الشهرية الخامس من سلسلة صباحية التصدير اللقاء تمحور حول الأفق التصديرية لمنتجات الصناعات الغذائية في الأسواق الأسيوية بحضور عدد من الفاعلين الاقتصادين والمسؤولين والخبراء الدولين فرص لتصدير منتجات الصناعات الغذائية التونسية إلى الأسواق الأسيوية تم تعريف بها خلال لقاء إعلامي توعوي صلت خلاله مركز النهوذ بالصدرات الضوء على خصوصيات السوق الآسيوية ومقاربتها إضافة إلى الكشف عن الإطار التنظيمي للمبادلات التجارية إذا كانوا ركزوا فقط على المنتجات الغذائية عنا أثناء سوق نصدروا لهم قيمة صديراتنا في 2022 في حدود 300 مليون دولار أمريكي ولكن شفنا لثما فرص يمكن استغلالها يعني ثما إمكانية بتاستغلال تنجب توصل حتى 1.6 مليار دولار أمريكي يعني ثما إمكانية بتاستغلال مضاعفة المنتجات الفلاحية والغذائية 5 مرات مع معظم الدول الآسيوية هناك اختلال على مستوى الميزان التجاري هذا ما رده العديد العوائق فما بين العوائق هذه يمكن نذكر البعد الجغرافي المراقبة الصحية والصحية النباتية التي تتم اعتمدها في الدول الآسيوية هذه وزارة التجارة إسعاد باش تطور وتتحدث وتوسع من هالإطار القانوني هذه اللي ان شاء الله باش يكون حافز ومشجع باش يمكن المؤسسات والشركات التونسية من اقتحام الأسواق هذه وتضمن اللقاء نصائح عملية للنفاذ إلى السوق الآسيوية إلى جانب تقديم الأسواق الواعدة والاتفاقيات التجارية مع عدد من الدول الآسيوية وبحث سوب لتطويرها حيث تم التركيز بشكل خاص على السوق الصينية نحن نثق في القدرات التصديرية التونسية وهذا ما أظهره التعاون التونسي الصيني في سنوات الماضية لذلك سنعمل على تعديل التبادل الاقتصادي بين البلدين وتسهيل ترويج المنتجات التونسية في الصين أنا حتى صور متاع أنه المستهلك الصيني يحب يستكشف ويحب والقدرة الشرائية الكبيرة زيدا خولت لنا زيدا باش نفهم الشيء ذي انبهرت حقيقة بالفرص اللي موجودة للمنتوجات متاعنا نذكر الدقلة نذكر الزيدزيتونة نذكر الرخام نذكر الهريسة الهريسة متاعنا اللي مطلوبة وسيكون لنا مشاركة إن شاء الله في نوفمبر من 5 إلى 10 نوفمبر في صالون China Import International Expo اللي هو صالون الصادرات وهو صالون مهم جدا في الصين صالون الاقتصادي الصيني العربي اللي هو سيكون من 21 إلى 24 سبتمبر في منطقة نينشيا وقد شهدت أشغال اللقاء الخامس من صباحيات التصدير لمركز النهوذ بالصادرات مشاركة عدد من ممثلي المؤسسات المصدرة للحديث عن تجاربهم في الانفتاح على السوق الآسيوية أهمية ترقيمي أو ترميز في ترويجي للمنتوجات الحرفية هذا ما تم تأكيد عليه ذمن ورشة عمل نظمها مركز ألي بجهة الكافة المختصون يصفونه بمثابة بطاقة تعريفية للمنتوج الحرفية الترميزوا أعطأوا رمز للمنتوجات الحرفية بما يمنحها قيمة المضافة تمكن متابعة المنتوج على مستوى الأسواق وفضاءات البيع كان محور ورشة التأمت بولاية الكافة وشهدت مشاركة عدد من الحرفيين والحرفيات الترميز اللي بلغتنا نفهمها هي الكوداباخ بيش أنت المنتوج الحرفي يحط عليه الكوداباخ اللي يخوله بيش يدخل وينجم يبيع المنتوج متاعه ويتعدى على الكاسة كل بيب كنا سمعوه هو كل الترقيمة يخول بيش يعرف المنتوج بيش يعطيه كيف ما نقوله احنا إيدانتيفيان هو معرك كيف ما بتاقتعريف بالضبط البرنامج مهم ومهم برشة معناها بالنسبة لنا نحن كمؤسسة حرفية وخاصة نحن معناها في حاجة بيش نعرفه بمنتوجه ومش نروجه بيش نروجه في المغازات الكبرى وإلا في معناها البرنامج مهم برشة نستنى فيه في حاجة ليه وتهدف هذه الورشة التي احتضنها مركز أليف إلى تحسيس الحرفيين والحرفيات بأهمية الترقيم أو الترميز في أعطاء قيمة مضافة للمنتوجات الحرفية وخاصة الغذائية منها التعريف بالحوية بالمعطيات الشخصية بالعمره وكل شيء هذا الترميز عملت الدولة مشكورة منذ سنوات شركة تابعة وزارة التجارة اسمها جي أس وان اللي هي شركة عمومية ما هي الشركة منها خاصة باش التعاون للمؤسسات بمختلف أحجامها أنها تولي تحمل هذا الرقم الرمز اللي هو يحتوي على 13 أو 14 معلومة هذه الخطوات تمكن من متابعة المنتوج على مستور الأسواق وفضاءات البيع والعرض حيث يتضمن الرمز عدة معطيات تتعلق بمصدر ومكونات المنتوج ومؤسسة التصنيع وتواريخ الانتاج والسلوحية وتعد عملية الترميز أو الترقيم بمثابة منح بطاقة هوية للمنتوج بما يؤهله للترويج في الأسواق والفضاءات الكبرى على المستوين الوطني والعالمي تمكنت فرق الحماية المدنية بقفصة معززة بأعوان الغابة من إخماد حريق أتى على قرابة أربعة هكترات بأحدى ضيعات واحة قفصة وأدى إلى احتراق عدد من الأشجار المثمرة من بينها أشجار زيتين ونخيل إضافة إلى عدد من رؤوس الأغنام والأبقار دون تسجيل أي أضرار بشرية تم الاستعانة بالوحدات الحماية المدنية المجاورة على عين المكان ستة شاحنات تطفى تابعة الحماية المدنية وشاحن تطفى تابعة ديوان الطائرة المدنية والمطارات وشاحن تطفى تابعة للمندوبية الجهوية للإفلاح الحمد لله تمت السيطرة حاليا نسبة 90% على الحريق تم منع انتشار الحريق لجميع الواحات والغابات المجاورة التي كانت على مقربة جدا من النيران سرعة الريح كانت سهلة عملية انتشار النيران وتم منع انتشار النيران لعدد ثنين قاعات أفراح كانت على بعض أمطار كذلك من النيران وتجمع سكن كبير كان كيف كيف في اتجاه النار استعدادا للاحتفاء بذكر عيد الجمهورية أطلقت بلدية جابس بتعاون مع عدد من المتدخلين حملة لتنظيف المدينة تشمل كذلك تهيئة فضاء الكورنيشة في مدينة جابس حملة كبرى للنقاط السوداء المنتشرة في مختلف أحيائها حملة تشمل كذلك تهيئة فضاء الكورنيشة الذي يستقطب ألاف المصطفين يوميا من جهة جابس والمناطق المجاورة لها حملة تشترك فيها بلدية جابس بالتعاون مع حديد الأطراف ولسيما منها المتطوعين وناشطين المجتمع المدني الكورنيش جابس هو يعتبر بنسبة لنا المتنفس الرئيسي لسكان مدينة جابس الكبرى هالفصحة اللي تشوفوا فاها اللي فاها 1400 متر وهي تقريبا من التنفس الرئيسي عندنا سنوات معتها نحب نخدم على تصالح المدينة مع وجهتها البحرية اليوم المبادرة كانت من المواطنين من الائتلاف المدني سابقا معتها من نجمه كان ثمنها من نجمه كان ننحنوه معتها شكرا لجميع أطياف المجتمع المدني اللي كانت عندها المبادرة والإدارة اليوم وضعت جميع إمكانياتها من أعوان النظافة والحدائق وتنوير عمومي هذه الحملة التي تشمل الكورنيش والنقاط السوداء بمدينة جابس شهدت مشاركة عدد من المتطوعين في سياق الاستعداد لتنظيم جملة من التظاهرات التي يشهدها الكورنيش في الأيام القادمة شاهد المجتمع المدني كونية زمها تتغير وقام بمبادرة هذه اللي هي بارلال معناها تحذر للـ 25 جويلة اللي هو حدث كبير وتعطي الفكرة لجيالة جديدة باش تعتني بنظافة بلاد فرصة لإعادة تهيئة شط جابس خاصة الكورنيش اللي معناها يستقطب عدد كبير ياسر في الليل وفهمتني ونحبوا معناها تكون نظافة موجودة والمحيط متاع الكورنيش جابس الكل يكون نظيف حبينا نخرطوا في الحركة هذية في نظافة البحر هذه الحمد لله أول عام معناها إن شاء الله نقوله 25 جويلة جديد إن شاء الله نشوفه تشرق في تونس من جديد من الجمنا كان نشاركه في الحملة هذه حملة يأمل المواطن مدينة جابس تتواصل إلى نهاية الصيف لتتعزز بعده خاصة بمجموعة من التدخلات من أبرزها تعزيز أسطول النظافة والموارد البشرية التابعة لبلدية جابس التقار ودو دور الشباب من مختلف معتمديات ولاية المونستير على شاطئ البغدادي بالبقالطة اللي قام مثل فرصة للتعارف بين الشباب والاستمتاع بالبحر والألعاب الشاطئية سباحة والألعاب شاطئية ومسابقات الرياضية شهدها شاطئ البغدادي بالبقالطة بمشاركة مائة من رواد دور الشباب من معتمديات ولاية المونستير جاء أشتر العباد كل إكالي أبناء معهم ما نعرفهم مش وولينا نعبهم بعضنا ولينا نعرفهم بعضنا تعلمك برشة حاجات نجي وزيدا نبدأون عاشتين كما تشوف كما كنتوا قاعدين تشوفوا ألعاب وفازات وبحر محلة وجوا برشة أنشطة وبرشة حاجات مزيانة فرهيد ننسى استرس قرية ننسى استرس باكالوريا عندي أختي كانت باكالوريا أجواء تنشيطية تخللتها حصة للتثقيف حول السلوك المحفوف بالمخاطر وكان للموسيقى والاحتفال حظ فيها وذلك ضمن البرنامج الوطني سباحة وتنشيط لصائفة 2023 كل عام نعملوا الاشتراك في الشط البغدادي مع دور الثقافة ودور الشباب في إطار سلوكية المحفوف بالمخاطر التوعية معنى توعيتهم على مخدرات على الكحول على الأمراض المنقولة جنسيا تخيمة ذاية هو اعتمادات مرصودة من وزارة الشباب والرياضة بصفة مجانية يسفيد منه المشتركين بدور الشباب والناشطين والمنخرطين يوم حافل بالأنشطة غمرته روح الشباب التنافسية المحبة للحياة اختتم بغداء بمركز التربصات والتخيم بالبقالطة الذي يستقبل بدوره دورات تنشيطية من مدن داخلية برنامج خاص بمندوبيت المندوبيت الجيوي للشباب والرياضة بالمونستير هذبنا يجيبوا من المناطق الداخلية لولدات دو عملت لهم دورات من ستة جويلة حتى ترنتين أوت يعني كل دورة فيها يباتوا ليلتين كل دار شباب جيوا تعمل ليلتين لدينا ستة دورات أخرين من قفص برنامج وطني يهدف إلى إتاحة الفرص للشباب للتمتع بالسياحة الداخلية والاستفادة من عديد الأنشطة التربوية يمتد إلى غاية الرابع من أوت لفائدة ألفي شاب وشابة من ولاية المونستير انطلقت فعالية مهرجان القسرين الدولي في دورته الثانية والأربعين والذي يتواصل إلى غاية الثلاث عشر من شهر أوت القادم ببرمجة ثلاث عشرة الصهرة سيحيي أغلبها فنانون تونسيون وكانت صهرة الافتتاح ليلة أمس مع الفنان المغربي دوزي واقع يحاكي تاريخ حضارات تعاقبت على مدينة ما بين القسرين القسرين التي تعيشوا على وقع فعل ثقافي كان مميزا هذه أسنة مهرجان القسرين الدولية واليوم يهتل رقحه الفنان المغربي دوزي بس نحن الآن نشتغل بطريقة سيكونسر طريقة سيكونسر هي الآن التي تقدمت التكنولوجيا وتطورت بزاف لأنه طابع الفني الذي نقدمه هو طابع الإلكتروني الموسيقى الإلكترونية ليس الموسيقى المعزوفة لايف فصعب أنك تطبق نفس الموسيقى على الخشبة ففي جزء من الموسيقى يكون معمول في الستوديو وفي جزء يعملوه الموسيقين اللي معنا حاضرين كالإقاعات كمثلا السولو ككثير أشياء صهرة رغم الإخلالات التقنية التي فرضتها قلة الموارد المالية لهيئة المهرجان كان لها الأثر الإيجابية على جماهير مهرجان القسرين الدولية مهرجان محلية هذه أول ليلة وإن شاء الله بشي قبل نجيل ليلة لكل وإن شاء الله دي ما عم يجعه في القسرين العارض كان مزيان للحضور اللي كان موجود تفعل إيجابيا مع الفنان وإن شاء الله بقية العروض بشي يكون الجمهور أكثر وأكثر باقة من العروض الموسيقية والفنية والمسرحية بألوان مختلفة لن تحجب نقص الدعم لهيئة مهرجان القسرين الدولية الذي راهن على النجاح رغم كل هذه الإشكالات وفسح المجال أمام عروض فنية ومسرحية محلية بهذا وصلنا مشاهدين الكرامي لختمي هذا الموعد الإخباري نشراتنا تتواصل تلتقيكم الزمين للليلة الحكيري في نشرة أخبار الثامنة إلى اللقاء